أهلاً بحضراتكم الجديد الإعلام بين التدليس والتلبيس والمهندس عدلي ضرب في بداية الحلقة مثال كبير جداً إنه الإعلام وحسن تروادة إيه الحكاية؟ حسن تروادة ده قصة من القصص العالمية تعملت أكتر من فيلم يعني الفيلم تعمل أكتر من مرة وتم تناوله بأكتر من سيناريو ولكن الجوهر واحد إن في عدو راح يعتدي على حسن تروادة مايش عارف يختارق الحسن حسن حصين واللي جوهه إيده واحدة متحكمين فلجأ إيه الحيلة؟ عمل حسن خشبي كبير جداً جداً أي واحد وعب بطن الحسن بالأعداء اللي هو عايز يختارق بهم هذا الحسن إيه؟ إزاي؟ جاب الحسن محدش شاف حاجة زي كده بالمنظر ده وعمل إن ده الحسن بتاعه ويش عارف إيه؟ وبعدين عمل إنه بينسحب فظن المسؤولون عن الحسن إن دي غنيمة من مغانم الحرب فرحوا فتحين الباب واستولوا على الغنيمة ودخلوا الحصان وقعدوا يبتهجوا بالنصر وانسحاب العدو وتاملوا حتى النخاع فنزل الناس من بطن الحسن بالحصان وأعملوا القتل والتغتيل واستطاعوا نسيطروا على الحسن طب إيه العلاق؟ هو ده بالضبط أيوة من 2014 عندما دخل المخترقون في حصان ترواضة إلى داخل النادي الآل الفارق الوحيد إن أنت عرفت بدري وهم في بطن الحصان لسه فعرفت أول ما خرجوا إنك تطردهم بس لكن تطردهم إزاي؟ بيدوروا على حصان جديد هم دلوقتي كل ما تلاقي الأهل يندفع يتطور يتقدم في أي مجال يبقوا نايمين 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 لحد مع أول انتصارات يروحوا متحركين بقوة وبتنظيم لما تلاحظ الأسبوع اللي فد مقالة هنا في المصر اليوم تسمى خليه لا في موقع تاني في موقع تاني تجد له نوع من التناغم تجد له برنامج تلفزيوني تلف تلاقي هم هم المجموعة هم الضيوف هم الإعداد تروح حتة تالتة المسألة متوزعة بتنظيم رائع أنا ليه بقول كده عشان ببقاش الكلام في المطلق وأنا مش أنا اللي بهاجم حد ولا يعني عايزة خوش في قصة ولا لكن أنا بقول الأمر واقع لماذا الآن ولماذا أنتم وخلي بالكم إذا كنتم متصوري ده اللي حيحقق الهدف اللي معرفتوش تحقق أول مرة برضو الأهل متيقذ وجماهيره أكثر يقذة وجمعيته العمومية أكثر مش حيحصل اللي في دماغكم فأنك أنت توصل أنك تجيب إعلامي كبير من خلاله وتؤدي هذا الدور عايزين نخلي بالنا شوية